في الحلقة السابقة خلينيها مع هالا جمعات العائلة ديالها كاملة وخدمت لهم الفيديو ديال اسماعيل الليلة اللي مشى تلقى فيها مع المحنية وكانوا كيعترفوا بأنهم هم اللي تعدوا على ألاء بنتهم غتقول لهم وش هد الفيديو هذا صوته بمناسبة لزواج ديالكم اسماعيل غيكون كي يشوف هالا وخايف بزاف هي غادي تقول لي إيواجه ببنتك شك قيتي ساكت لحس لحد أن داك الفيديو غادي تكون هالا مدوزتهش كامل حبساته فلوقيت اللي جات المحامية كتدق على اسماعيل ديك ساعة غادي نشوفوا الفيديو مشى السياة غادي قوليهم خسارة كنا بغي نشوفوا الكمالة ديالفيديو ونشوفوا شكون هاد الزوينة هادي الأميرة اللي جات كتدق على بابا بينها غادي تكون ينتي يا ماما الكالغا يكون حاس بشي حاجة واقعة جونا يدرج للأسيا غا يقول لهم أنا عندي مع هاتش ديال المعلوميات خليوني نشوف علش حبس الفيديو هلا غادي تقولي لولدي ره الفيديو أصلا نحن كنا مقدم وغي حدل هنا ولكن أنا وباباك البطل ليل فيلم ديالنا غادي نتلعوا الفوق ونشوفوا الكمالة ديالفيديو ودكساها نجي ونوريوها لكم غادي تشدوا من يديه وغادي تجروا معها الفوق الكالغا يكون حاس بشي حاجة من البداية وغايتبعهم حتى هو بشي عرف علش كي يهضروا اسماعيل غا يقول هلا شنو هاتش هذا اللي درسي غادي تقولي هذا سؤال غالط وغادي تقول شنو اللي غادي ندير هلا من غا تشوف ايه الكار لحق عليهم غادي تقولي رجعوا لي لتبلد العشاء وغلا سمع مراتك هاد الموضوع هذا بيني وبين باباك وغادي نحلله بزوج غادي نطلعوا الفوق بش نتفاهموا عليه غا نشوفوا من بعد أهلاء وهارون ما بعدي هاتهم في السيارة ديالو غادي يقولي هاد خطط كاملة اللي درنا ولكن ما قدرناش اننا نخليو يعترف بدك الليلة ونعرفوا شنو اللي وقع بالضبط ولكن وخاكك أنا تقيق فيك بزاف ومتأكد بأنه غادي تخليه يهضر ويعترف بكل شي هيقولها ولكن اللي مقلقني هو أن ماماك ما عرفت شي حاجة وقد ظن بأنك بستحرج عتيال الكار وهاتش هذا كي عاد بها بزاف قد تقولي هنت غير تح أصلا ماما من ديمة و هيك تخاف علينا ولكن أنا هاد المرة هادي عارف راسي شنو كندير وعارف راسي شنو باغيه وما غاديش نعوض نطيح بين يديك ذاك الراجل مرة أخرى غاقول لها واش متأكدة أنا خايف عليك بزاف خايف يديلك شي حاجة غادي تقول لي لا غير كون هاني أنا قولي تكن عارف كيف عش نتعامل معاه غايقول لها ياريت حتى بنتي كو كانت بحالك كون قدرت تعرف الوجه الحقيقي ديال ذاك الراجل ولكن مش مشكل مع الوقت ان شاء الله غادي تعرف الحقيقة جعله أعلاء غادي تقول لي المهم أنا ده بخص نمشي تعطلت بزاف ماما غادي تكون كتناني فغا نشوفها غاديع بحالها نمشيو المخفر شرطة اللي غادي تكون فيه بهار ولا غادي تكون لحقات فيه على عمر من بعد ما شدوه شرطة بهار اللي كانت تظن بأن عمر عودو شدوه شرطة بسبب الخصومة اللي وقعت بينه وبين الكارهة صباح هذا في الميناء غادي تمشي كدري عند ضابط الشرطة وغادي تقول لي عمر رمد لي تشي حاجة كانت غير خصومة عادية وغادي تقول لعمر أنا جمس معي المحامي غير كونهاني غادي يخرج كدابة باهار بني غادي تشوف المحامي غادي تقول لي أمدره شنو درتي واش لقيت كيفاش تخرجه راه لي هم كانت غير خصومة عادية بيناتهم وغادي تصبح شدوه وعود صف يطلقوه من بعد غادي يقول ليها المحامي أجي هنا يوقل سيب خليني نشرح ليك غادي تقول لي غادي عادي شنو كنت طلب مني غادي تقول لي غادي شنو كنت طلب منك الولد الجيران جانا شتوبس ببوحة الخصومة وبغايتك تدفع لي غادي تقول ليها أنا راه المحامي غادي تقول لي ولكن عمر رباش متهم غير جابوه على الخصومة لذاليوم مع الكار في الميناء غادي تقول ليها راه ما جابوش على هذا الشي هذا جابوه حتى شمتهم بالاعتداء على الآلاء وهو دبره متهم بحلو بحل الكار القاز نرجعون عندها غادي تكون هي واسماعيل في الغرفة غادي تقول ليه اسماعيل إلغاز صراحة ما كنتش كنت نظرنك بحل هكا كنت كنقول غادي تكون كتخني مع شي بنت بقى صغيرة شعرها أزياء شعرها صفر وعينيها خضرين وبقى صغيرة وشابة ولكن في الأخير ما من كنلقك مع المحاميات دينا وانا كنقول علش فيما كنهضر معك عليها كتب تقول لي سيدة دكتورة سيدة بروفيسورة قارية الحقوق ما غاديش توصل إليها ما غاديش توصل إليها ما غاديش تعرفيش تخضني بحالها أنا دابا عاد عرفت علش كنتي كتدفع إليها بلك الطريقة من بعد العشرة جالي ربعين سانة نطي كتخون عائلتنا كاملة درسي يدك في ديك المجريمة ودرتو فخي الولدي وخلي توفشها في الجاحين في هاد الأشهر الأخيرة كان كتعد بقدامكم ومن الفوق نطي درتيها المحامية دياله ديك ساعة غادي شوفوا إلكار لغيكون مصبر وغادي طالع الفوق باشي عرف الأم والأب دياله علش كي هضرو بالضبط ودك الفيديو ديالهاش إسماعيل غاينفجر عليها لو غايقول ليها ما شي أنا ليدرب ديك البنت أنا ديك الليلة مشيت لدرلي عند الكارحة البحر ولقيت البنت غرقها في دمها وباش ما تفضحش عائلتنا ونشتو وتولي سيرتنا على كل لسان هزيتها ومشيت رميتها جهة لغابة غادي تقول لي أنا هزهدرة هزي ما عندي من دير بها هزهدرة غادي تقولها الشرطة غادي تقولها شوفي ديب أنتي ماشي مترى أنك تضحي بي أصلا أنا را هلقيت شكون ليدر هزي الجريمة هذي بما أنك أنتي متأكدة بأن ودك ماشي هو ليدرها فراه المجريم ليدرها راه كاين وراه سلمته للشرطة وقع الأديلة راه ضده بها اللي غادي تكون هي والمحامي باقل في مخبر الشرطة واللي غا تكون ممتيقاش أن عمر متهان في القادية دي الاعتداء على بنتها المحامي غا يقول ليها شوفي ديك الليلة اللي بقيت عقلة وعمار راه مداش تليفون ديله معاه كان خلالها في الدار باش حتي شي واحد ما يعرف البلاصة بالطبط اللي كان فيها زيد عليها جا من بعد الحفلة تاعة سليتو الاحتفالة وكل شي عادجة وفقش بالطبط فالوقيت اللي يجو فيها البوليس باش يحلموكم بأن الإبنة دي لكم لقوها جهة الغابة ودوها للمستشفى باهار ستذكر ديك الليلة وغادي تقول لي آه تفكرت هو كان قليه بأنه تعطل غير حتياش باش يشري هادية الآلاء غادي يقول ليها لا ممشي باش يشري هادية لحتاش الشرطة قلبوا البطاقة البنكية دياله ولقوا بأنه استخدمها في هذا المحطة ديال الوقود هذا المحطة اللي كتبعد بكيلومتر واحد على المكان ديال الحاديث باهار من بعد ما هاتش كامل غادي تسمع غادي تسبقى جمدة في بلاستها نمشي وعند حالة غادي تقول اسماعيل لابدك الهضران ما بقى تمنح شي من فاعها غادي تقول ليها شنو هاد شي هذا درتي ما كنتيش مضطرة انك يدري هاد خطوة هذي حشو معلك الشرطة اللي غادي غادي تشوفهم كيدقوا في الضار ديالعائلة الآلغاز غادي تخرج عندهم الخادمة غادي تقول ليها وش اسماعيل غادي تقول ليهم وش هادو الشرطة كيسولو لابد بلا فغادي تنضو كاملين كيجريو وغايمشيو باش يعرفوا شنو اللي وقع وعليش كيسولو لأب ديالها الخادمة اللي هاتل على الفوق باش تكلم اسماعيل إلكال غادي تقول ليه بان الشرطة كيقلبو لأب دياله غاقولها صفي غير سيري انا غادي تقول لهم باش يجي دابا فغادي يقع ليهم في الباب حتى غادي خرج اسماعيل اللي غادي نشوفو وهابط في الدروج الشرطة اللي غادي قول اسماعيل عدنا بالغ ضدك دكشي عالي شجينا باش ندوكم معانا جونيد غادي سوول شرطة وغادي قول لي ديال لأشهد البالغ وشنو فيه بالضبط اسماعيل اللي غادي قول شرطة انا مساعد نمشي معاكم ومساعد نعترف بالجريمة اللي درت فحق ألاء يكثال الكار اللي غادي نشوفو علامة اللي استفهم في الوجه الجال وما فهم موالو اللي غادي شوف الأم الجال وغادي سوولها شنو اللي واقع بالضبط اسماعيل اللي غادي تشدو الشرطة وغادي تخرجو قدم هائلته كاملة وهم كيشوفو نرجع عند باهار اللي غادي تكون في مخفر الشرطة غادي تقول المحامي مستحيل مستحيل عمار يدير شي حاجة بحال هذه ما يمكن ش المحامي غادي شوفي أنا فهمك عارف بأن هذا الولد هذا ربيته بيدك وهو الأخ الجل الأعز صديق عندك ولكن هذه هي الحقيقة الشرطة كل ما لقيت شي دليل له ما كان ش غادي تشدو وغادي شوفي أنا لم يكن المحامي إذا كان هو عزيز عليك سيكون قادية كبيرة من هذه وهي القادية لبنت لك فمن الأحسن لنا نذهب بحال من هنا قبل أن يأتي الصحافة ونقول لديه مشكلة كبيرة من هذا في نفس مخفر الشرطة التي فيه باهار والمحامي سنرى اسماعيل إلغاز جابوه له عمال سيكون في غرفة التحقيق سنرى الجدال المحقيقين وقفين على بره سيقول لأخر سيقول أنت الذي استجواب مع الكار الغاز ماذا يقول لك ماذا يظن بأنه سيكون ارتكب هذا الجريم سيقول الكار الغاز لم يكن استجوابه كان واضح كثيرا كان كتاب محلول كنت تستطيع تعرف منه أي حاجة ولكن هذا مختلف هذا صندوق صندوق المسدد جيدا والذي ستخرج منه مفاجأة كثيرة في ذلك وقت واحد يأتي اهتصال من بعد سيقول لأخر بل لا سننسى لهم من هذا القاتل هذا أجدني أخبار بأنهم جلبوا شيء متهم آخر وينأدي اللقوية لكتبين عوتاني أنه هو الذي عدد على آلاء تيمور سيكون يهدر مع المحامي وينأعرف منه بأن عمر شده بتهمة الاعتداء على آلاء الأم ستقول لي لا يمكن وين كنا مربين في بناتنا كيف تقدير شيء به هذا بنتها ستقول لي لا يمكن عمر لا يمكن شيء به أنا متأكدة هين تصبر على هذه الهضرة ستخرج كثير على برا ستقول لهم شوف البنت كيف حمق ضغي يبقى فيها الولد وتأثرت بزاف هين ستخرج على برا ستبدأ تهضر مع رأس وينأت قل أنا مدرت شيء خيبة أنا كنت بغير نربي وصاف نراجع لها الصباح هين ستصل بمونا ستقول لها بأن عمر مشى عند الكار يخت والدبز معه مونا ستقطع لها ستقول لها شوف أنا محميد الإلكار لكي تقول لها هذه المعلومات ستذهب إلى هين وتقلب على الإيميل المحمية الإلكار وستفت لها مساج والذي مكتوف إلا ستعرف ماذا تعدى على أعلاق الليلة فأصدري وقلبي من مورا عمر الصديق لها والدجيران لنا هين تتظهر غير بوحدها ستأتي أعلاق ستقول لها مالكي ما تتظهر غير بوحدتك مالذي مالذي سترى أعلاق سيارة الشرطة جاءت عندهم لذي ستقول لها مالذي مالذي ستقول لها جاء بوحد عمر ستقول لها ولكن لماذا ستتجري أعلاق بجتمعه ومالذي ستقول لها مالذي يا حمق ومالذي لا عارف مالذي لا عارف بأن عمر يريد كثير ستقول ستلقي مني دعني نعيذ ستقول لها تعيث لي وإلى قد يجاوبك حتى لقيت سيكون لإفادة ستقول لها السيد بسببك وبسبب الحب لك دباه ورح في السجن وحياتك تضيع قدامه ونسي ما قد تكش الكار خليتي عمر يبغيك بزاف ويجري من وراك في مخفى الشرطة سنرى المحامية الإسماعيل جاية كجري وكل هكا ترعد وخيفة فأدخل كجري عنده الغرفة اللي فيها هو وغادي تقول لي شنو هات شي هذا درتي واش نتحمق كيف شجيت للمخفر الشرطة وعترف بأن أنا كنا ذي كليلة ما غادي يقول لي أنا لم اعترف تبت شي حاجة راي يلي درت كل شي هالة مراتي هي في داك الفيديو اسماعيل هو يعترف بكل شي هو والمحامية دياله بها اللي ستكون خارجة هي والمحامية ديالها من مخفر الشرطة سيقول لها اسماعيل لم تكن لدي هذا ليلة هنا ولكن كل شي للمحامية دياله شفت إذا كانت خايفة بين شي حاجة واقعة ستقول لي أعرا شي حاجة فعلا واقعة ولكن تدخل وتعرف لدينا شنو اللي كين وبين اسماعيل وابو هل هنا بسبب القادزة ديال بنتي سأخبر ديال دار وانا سأخبر ونعرف شنو يوقع بالتفاصيل ونصبح لديك ونصبح لك كل شي سأخبر لي أنا لا سأخبر بلاصة هذه القادزة متعلقة بنتي سأخبر كل شي سأخبر 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 أما بالنسبة لإسماعيل إلغاز الصراحة لم تتأكد ولكن سأخبر لديه علاقة بنتي قل لي شنو لك سأخبر صراحة لديه علاقة بنتك ولكن سأخبر لدينا نتأكد بعد سأخبر لديه كل شي في ذلك الساعة سأخبر عمر مخرج الشرطيين سأخبر الحديث بهارة سأخبر لديه سأخبر هدر ولدي قل الحقيقة قل بي أنك لم تتأكد على آلاء وأن سأخبر البراقة لديك لن يجاوبها ولا يشوف فيها سأخبر وقل لديه قل الحقيقة والدي سأخبر لديهم يأكد شبك عليك الشرطيين سأخبر لدينا خدمتنا سأخبر سأخبر الشرطة للسيجن